إلى روسيا ننتقل أكدت الرئاسة الروسية أن العملية البرية الإسرائيلية المحتملة في قطاع غزة محفوفة بعواقب وخيمة لفتة إلى أن تهديد بتوسيع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يزال قائما لتفاصيل أكثر حول الموقف الروسي من المجريات الحاصلة ينضم إلينا حسين مشيك مرسل قيارة الإخبارية من موسكو مرحبا بك حسين روسيا تدخل أيضا على الخط بتصريحات واضحة وحتى موقفها في مجلس الأمن وبالقرار الروسي الذي قدمته لإدانة ما يحدث في غزة لكنه لم يمرر كيف نفهم الآن الموقف روسيا مما يحدث هل يمكن أن ينتقل من مرحلة التصريحات إلى مرحلة وساطة مثلا أو يعني زيارات يقوم بها مسؤولون روس للمنطقة نعم دينا أولا دعيني أشير إلى البيان الأخير للمتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوب حيث أكد على أن العملية العسكرية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة والتي تتحدث عنها القوات الإسرائيلية هي عملية محفوفة بالمخاطر أيضا الكريملين يوم أمس وبعد لقاء الرئيس بوتين مع قادة الأجهزة الأمنية الروسية وأيضا مع نائب وزير الخارجية الروسية أشار الكريملين إلى أن روسيا في الوقت الحالي تشعر بالقلق الكبير إذا ما يحدث في الأراضي الفلسطينية حيث أعلن عن أن ما يجري الآن على الأرض الفلسطينية لربما يشير إلى إمكانية توسع هذا التوتر وأن تشهد المنطقة حرب إقليمية الكريملين لا يخفي إحساسه أو لا يخفي شعوره بالقلق تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية الرئيس بوتين خلال الاتصالات المكسفة التي أجراها يوم أمس مع عدد من زعماء قادة الشرق الأوسط تحدث بوتين عن أن بلاده مستعدة للعب دور الوساطة وتسوية الأوضاع الفلسطينية الإسرائيلية لكن دينا كما يتحدث الخبراء هنا في الداخل الروسي روسيا ليست لديها القدرة وحدها على لعب مثل هذا الدور إنما الولايات المتحدة الأمريكية هي التي لديها القدرة أكثر على لعب مثل هذا الدور الخبراء في الداخل الروسي يشيرون إلى أن التدخل الروسي في الوقت الحالي وأيضا البيانات الروسية المتتالية هدفها هو تأكيد للعالم بأن الولايات المتحدة فشلت في الشرق الأوسط وأن السياسة الأمريكية هي من أوصلت الأمور إلى ما هي عليه الآن كما تعلم دينا روسيا في حالة مواجهة وحالة صراع مع الولايات المتحدة الموقف الروسي حسيني نستطيع أن نفهمه في ضوء اهتمام وقلق فعليا من تطورات الوضع في قطاع غزة وفي هذه المنطقة أن نستطيع أن نفهمه كانتقام ورد فعل ونكاية في الموقف الغربي عموما والأمريكي تحديدا على الصعيد على الموقفين يمكن الحديث دينا روسيا تشعر بالقلق وهي مهتمة بتسوية الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين حيث أن روسيا تؤكد على أنها لديها علاقات طويلة الأمد مع الجانب الفلسطيني كما أيضا بالمقابل تتحدث عن علاقات مع إسرائيل أيضا روسيا تشعر بالقلق بسبب أن لدى روسيا قواعد عسكرية في الأراضي السورية هذه القواعد لربما تكون مهددة بنتيجة توسع التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين أيضا الجانب الروسي وبعد الحرب والمواجهة مع الغرب بحث جديا عن شركاء له بعيدا عن الدول الغربية هؤلاء الشركاء معظمهم وجده الجانب الروسي في الشرق الأوسط ولربما أيضا في الدول العربية لذلك روسيا تشعر بالخطر أيضا يمكننا قراءة الموقف الروسي من الناحية السياسية ومن ناحية مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وتحميلها مسئولية ما يحصل في الأراضي الفلسطينية روسيا الآن في الوقت الحالي هي منغامسة في الصراع في أوكرانيا لكنها على الصعيد الآخر تريد أن تؤكد للعالم بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تتحمل هذه المسئولية السياسة الأمريكية هي من أوصلت الأمور إلى ما هي عليها الآن المشروع الروسي الذي قدمه يوم أنس عبر المندوب الروسي فاسيلي نيبنزيا لدى مجلس الأمن الدولي والذي يقضي بوقف إطلاق النار بسبب الوضع الإنساني وأيضا إطلاق صراح الأسرة أو الرهائن من قبل جميع الأطراف هذا المشروع لم يمرر نتيجة الضغط الأمريكي حسب المعلومات الروسية روسيا ستعمل جاهدة وخصوصا مع الاتصالات التي يجريها بوتين مع قادة الشرق الأوسط على تسوية الأوضاع لكنها بالمقابل تؤكد على أن هذا الوضع لا يمكن أن يبقى كما هو هذا الوضع لربما سيتوسع نطاق التوتر خلال الفترة القليلة المقبلة وحسب التأكدات الروسية بأن أي توسع للتوتر وللأعمال العسكرية هذا لن يصيب فقط الجانب الفلسطيني أو الجانب الإسرائيلي إنما سيصيب دول المنطقة بشكل كامل ولربما روسيا تخشى من إمكانية توسع هذا التوتر شكرا جزيلا لك حسين ميشيك مرسل قاهرة الإخبارية كنت معنا من موسكو